إلى ذلك دعت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من اليوم لأسبوع غضب عارم يشارك فيه جميع الفلسطينيين في الوطن والشتات الحركة الأسيرة وفي بيان لها دعت الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم إلى استمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية والزحف إلى خيام الاعتصام مع الأسرة في المدن والقرى الفلسطينية مؤكدة أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القصرية لأي أسير مضرب عن الطعام ستعني مشروعا لإعدام الأسرة وأن الأسرة سيحولون السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادهم العارية محذرة من مرحلة خطر شديد على حياة الأسرة مع دخول إضراب الكرامة يومه العشرين